بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب ما جاء في كثرة الحلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قوله باب ما جاء في كثرة الحلف ما جاء من النهي يعني من النهي عن كثرة الحلف لأن هذا يدل على التهاون في الحلف وهو من علامات المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وقول الله تعالى وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ أي لا تَحْلِفُوا أي لا تَحْلِفُوا وَقِيلَ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ تَعْظِيمًا لِلْيَمِينَ بِاللَّهِ عز وجل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب أخرجاه يعني ينفق يراغب في السلعة فإذا حلف صاحبها فإن الطرف الآخر يعظم اليمين وتروج عنده هذه السلعة التي حلف صاحبها أنها طيبة أنها خيرة أنها مفيدة إلى آخره فهو مروج للسلعة لكنه من الطرف الآخر ممحقة للبركة وذلك لأن كثرة الحلف تدل على التهاون اليمين بالله عز وجل وهذا نقص في دين الحالف لأنه لو كان يعظم اليمين لحترمها ولم يكثر منها إلا بقدر الحاجة نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وقول المصنف باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد نعم ما جاء يعني من الوعيد ومن النهي عن كثرة الحلف فالمسلم يعظم اليمين بالله ولا يكثر من الحلف لأن الاكثار من الحلف دل على التهاون بها وهذا من النفاق نعم وقول الله تعالى وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ قال ابن جرير رحمه الله لا تتركوها بغير تكفير وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ يعني بالكفار إذا حلفتم وعلمتم أن حلفكم ليس في محله فكفروا لالك بالصدقة نعم وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريدوا لا تحلفوا احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا احفظوها بعدم بعدم الحلف تعظيماً لها وتوقيراً للحلف بالله بالله عز وجل وهذا يدل على صدق الإيمان هنا وقال آخرون احفظوا احفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنتوا احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم بمعنى لا تنقضوا هذه هذه اليمين بمخالفة ظاهرها نعم والمصنف رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف نعم كأنه يترجح عند الشارح رحمه الله أن أحفظوا أيمانكم اي لا تحلفوا اي لا تحلفوا إلا عند الحاجة التي تدعو إلى ذلك فالتقليل من الحلف دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى نعم والمصنف رحمه الله راد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه نعم فالذي يكثر من الحلف هذا دليل على تهاونه بها لأنه لو كان يعظم الحلف بالله لم يحلف أو لم يكثر من الحلف بالله عز وجل تعظيماً لها وحفظاً لها من أن تبذل وأن تمتهن نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب أخرجاه أي البخاري ومسلم وأخرجه أبو داوود والنساء نعم هذا يدل على ثبوت وعلى معنى أن حفظ اليمين هو أن لا يحلف يحفظها يعني لا يحلف إلا عند الحاجة وبقدرها تعظيماً لليمين بالله عز وجل وبراءة من النفاق لأن المنافقين يكثرون من الحالف بالله وهم كاذبون فلا يحترمون اليمين بالله عز وجل بخلاف أهل الإيمان فإنهم لا يحلفون إلا وهم صادقون ولا يحلفون إلا بقدر الحاجة فلا يكثرون من الحالف بالله عز وجل تعظيماً له نعم والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كذاب وحلف طمعاً في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة يعاقبه الله بمحق البركة لأنه تهاون بالحلف فراجت سلعته لأن الناس يغترون بيمينه بيمينه فيثقون به وهو متهاون بالحلف ولا يعظمها حق تعظيمها هذا هذا علامة النفاق والعياذ بالله نعم فيعاقب بمحق البركة فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه نعم هو يظن أن الحلف سيروج سلعته في حين أنه ينقصها ويهظمها لأن صاحبها تهاون تهاون بالحلف بالله فلم يعظم اليمين حق تعظيمها فلذلك عوقب بنزع البركة من كسبه هنا وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا وربما ذهب ثمن هذه السلعة التي حلف عليها رأسا يعني أصلا فلم يحصل على كسب من وراء هذه اليمين فلا سلمت له يمينه ولا توفر له ماله وهذا حرمان وعقوبة له بسبب تهاونه باليمين بالله نعم وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولا ينال بكثرة الحلف ومعصية الله والتهاون باليمين وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب إن تزخرفت الدنيا ووثق الناس بحلف هذا الرجل وراجت سلعته فإن الله جل وعلا يعاقبه وعقاب الله ممحقة لبركة هذه السلعة وممحقة وإثم على إثم على هذا الحالف الذي تهاون باليمين ليروج هذه السلعة إنها وإن راجت بالكذب فإن البركة نزعت منها نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين